اشتركوا في القناة وهذا لم يكن سهلاً بالنسبة له لا أستطيع بيع قنطار الحبوب العضوية بـ 25 يورو عندما أحصل تنين فقط فهذا لن يغطي حتى المصاريف كذلك الإعانة التي أتلقاها لزراعة المنتجات العضوية غير كافية يزرع قرابة 80 هكتاراً ومزرعته نمطية في هذه المنطقة إذ يوجد الكثير من المزارعين للمنتجات العضوية في فيندلند في ولاية سكسونيا السفلة إلا أن شتيفان غوكي اضطر كزملائه إلى أن يتعامل مع الأسعار المنخفضة والشروط الصارمة لزراعة المنتجات العضوية حتى عندما دمرت الأشواك محاصيلة كان رشو المبيدات ممنوعاً في العام الماضي لم نحصد حتى ثمانية هكتارات أبداً لقد كان موسماً سيئاً ولم نحصد إطلاقاً المال يجب أن يأتي من مكان ما فأنا أحصل على القليل من دعم الاتحاد الأوروبي لزراعة المواد العضوية ولكن هذا غير كافي ليست هذه الحالة الوحيدة فمعهد تونين في بغونشفايغ قام بدراسة حالة مزارع المواد العضوية هيلتغود نيبيرغ باحثة زراعية اكتشفت في السنوات الأخيرة أن مزارعاً من أصل اثنين توقف عن زراعة المواد العضوية بعد أن تحول إليها وذلك رغم أن زراعة ينبغي أن تصبح بيئية أكثر لدينا في الزراعة التقليدية ازدياد في المحاصيل وارتفاع في الأسعار وهي أقوى مما هي عليه في مجال زراعة المواد العضوية وما نتج عن ذلك هو أن الفرق في فرص الدخل ينخفض أضف إلى ذلك أن السياسة دعمت في السنوات الأخيرة الزراعة العضوية لأنها وفرت خدمات بيئية كما أن رفع نسمة هذه الإعانات وخفضها وعدم توفرها بشكل مؤكد ينشر أجواء غير سليمة والآن يفضل شتيفان غوكي التنازل عن قرابة 12 ألف يورو سنوياً من إعانات الاتحاد الأوروبي ومنذ أن تحولت زراعته مرة أخرى تضعفت إرادات محاصيله كثيراً ولكن هل ندم على قراره؟ نعم ولا أحياناً عندما أرى فواتير الأسمد العضوية التي كنت أتلقاها في الربيع أتساءل إن كان هذا هو الطريق الصحيح ولكن الآن عندما أشاهد المحاصيل أجد أن توقفي عن الزراعة العضوية هو الطريق الصحيح وكذلك التفتيش العضوي بأكمله كل هذا انتهى الآن وأنا مرتاح جداً تخطط الحكومة الألمانية في المستقبل لزراعة 20% من الأراضي في ألمانيا بالمواد العضوية شتيفان غوكي لن يكون مساهماً في ذلك رغم أنه مزارع للمواد العضوية قلباً وقالباً